كل مستمعين مرحبا بكم في الاستماع شكراً لإختيار موجاتنا ضيفنا عبر الهتف دكتور ريال دارفوس ونحكي معاه على المؤتمر الطبي الأول من نوعه وهو وطني في علم الأدوية بشيكون في الحمامات انتلقته الفعلية 19 في 21 و 21 اكتوبر لبروغرام سيانتفيك بشي نشوفه معاه ونحكي على المؤتمر الطبي الأول في علم الأدوية من تنظيم الاسوسيازيون تونيزيان دو فارمكولوجيا تي بي دكتور دارفوس مرحبا بيك على راديومتر السلام ومرحبا بيكم ومرحبا بكل مستمعين شكراً على تلبية دعوتنا الهتفية تقريباً ما عاش فلحكي ونحكي 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 في الهتاب الآخرى لدرنير لنه دروات donc un program scientifique وشي يبدأ le vendredi 20 اكتوبر plein d'ateliers plein de séances منهم la farmacovigilance la bio-équivalence في قلب الهتماتيك de la pharmacologie les essais cliniques et plein des ateliers في الهتمام de pharmacologie en général et la toxicologie احنا جستماً دوائية اللي فيها زادة برنامج معناها مستوى عالي مش نقدمه شنوى الوضعية لنتعال الفارmacovigilance اليوم في تونس وبعد زادة مش نقدمه الانتليجنس الارتيفيسيال ذكال الصناعي شنوى بلاستو في الفارmacovigilance في الاخرى دوائية تفرين وعننا زادة مش نقدمه معناها تقييم الاثال الجنبية مثلا الوضع اللي استعملناهم الCOVID الكل اللي صار في تونس كل معناها مش نعمل بلان مش نفسره شوية شنو اللي صار وعننا زادة تقييم تعتاو كدويتش ضد دنطال كنسير يذي الامنو ترابي الانتكور منو نو الامنو ترابي شنو اللي فم جديد وشوما الاثال الجنبية ماذا معناها حاجات اللي مش نحكيو عليهم خاصة في الفرماكوب جنانس ومن بعد نتعديو المفرما البيو اكيفالانس مش نحكيو عالتجارب متاع البلدان العربية اللي هما نتعاملوا معهم من الأردن المغرب وبالتبيعة مش نصد مزادة تجارب متاع تونس في نو سنة وشنو اللي صار وشنو المشاكل اللي صار وكل وفي نص معناها حاجة زادة باية تقييم الوضع في البلدان العربية اللي نتعاملوا معاهم ونهار لول زادة عنا دو سيمبوزيوم سيمبوزيوم لول على الوتيليزيزيون راتونال دي ميديكامون معناها حاجة هامة جدا وخاصة لكو الانتيباتيك يفاش معناها نعرف نتعلمون كيفاش نستعملوا دوئي가는 دوئييزي� دان لابي كورانك وشاكل يقديما ما سالس لتو oluşو دوئيńيزي漫 دوئييزي楚 الوتيجيزيوس المترجم للقناة 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 جميعاً بشكل جيد ومساعدة ومساعدة ومساعدة